فكرة الحكومة الانتقالية هل تعتقد أن قوى معارضة مدعوة للحوار مع المجلس العسكري ربما تشارك فيها أو حتى تساعدها إن لم تشارك فيها أم ستعرقل عملها من المؤكد أن قوى إعلان الحرية والتغيير بالإضافة لقوى معارضة أخرى أيدت قوى إعلان الحرية والتغيير ولم توقع على ميساغها لن تشارك وسوف تكون معارضة للحكومة وتشكيلتها وسوف تكون معارضة لجميع الإجراءات المتعلقة بالسلطات الثلاثة في السودان لأن السودان مر بمرحلة ثورة والثورة يجب أن يعقوبها فترة انتقالية هذه الفترة الانتقالية تشارك فيها أو في غوام هذه الثورة الآن تم استبعاد الثورة الآن المجلس العسكري يبحث عن ظهير شعبي يعزز به مكانته داخل السودان وأنا أعتقد المزألة شبح مستحيلة لأنه غوام هو المعارضة تقريباً 90% منها متفقة حول الموغف من المجلس العسكري والموغف من السلطات والصلاحيات خصوصاً فيما يتعلق بمجلس السيادة هذه المعضلة الكبيرة أصل الخلاف حتى السيد نائب رئيس المجلس العسكري في خطابه الجماهيري في منطقة غري والغرى المجاورة لها تحدث عن أنه فقط مجلس وزراء مدني إذن كل الصلاحيات والسلطات والتي هي أصلاً صلاحيات رئيس الجمهورية الممثلة في مجلس السيادة يريد أن يحتكرها للمجلس العسكري تحت دعاوي الضباط الجيش هما أكثر ومعرفة بالمزألة الأمنية وأنهما الأكثر حرصاً على أمن السودان واستغراره وده طبعاً في نهاية ادعاء يعني ليس يعني جميع السودانيين أكيد أكيد مهمومين بأمن واستغرار بلدهم وبالتالي مزألة أن تستمر هذه الحكومة من دون أي متاريس ومن تستمر من دون أي مظاهرات من دون أي ثورة ضدها مزألة أشبه بالمستحيل ترجمة نانسي قنقر